حديها سكنة الألم تمضي قدما في صدور السوريين حتى أولئك المتواجدين بمناطق الأسد والذين وإن نجوا من قصفه غير أنهم لم ينجوا من انتقامه ومرتزقته المجتلبة من كل أسقاع الأرض كلما جرت عملية تفجير لم تستع أنظمة مخابراته ضبطها دفع المدنيون المتواجدون بمناطقه جزيتها ولعل ما جرى بدمشق أمس شاهد جديد على ذلك فعقب هذه التفجيرات الداعشية وسط دمشق ومثلها هناك حملة أمنية مريعة تطال العشرات ممن بقي من الشبان ولم تهجره يد الغدر لا لدليل ظاهر بل لأدنى شك ويكفيهم أنهم أبناء لأحياء دمشقية سكانها أصليون لا مجتلبون ليتحول المعتقل بعدها لمفقود فمقتول أو شهيد الأمم المتحدة لا تستطيع أن تكون شركة حقيقية لأي عملية تهجير لذلك نراها ابتعدت عن أي دور لا في حماية المدنيين ولا في أي دور يكون فيه اتفاقيات مصالحة مؤداها عملية تهجير قصري للمدنيين في سوريا في المناطق التي تم المصالح عليها أنا أرى حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تراقب هذه المواقف روسيا متورطة في عمليات التهجير إيران شريكة حقيقية ولها دور الأكبر في عمليات التهجير أما الأمم المتحدة فكانت حريصة على أن تراقب ولم تقم بأي واجب اتجاه حماية المدنيين التجويع وارتفاع الأسعار سياسة تجرع المدنيون سمها أيضا حتى في مناطق سيطرة الأسد لتتحول بعدها الحاجة لجريمة تنتشر هنا وهناك أو حاجة يضطر معها الشبان الجدد للالتحاق بركب شبيحة الأسد بحثا عن لقمة طعام أو طعم أمان سرق منهم فيسرقونهم في جملة الحطب الذي أشعل الأسد به هذه البلاد الاقتصاد هو بناء آخر دمر بجملة ما دمرته همجية الأسد وأعوانه لتقدر الخسائر حتى الآن بـ 300 مليار دولار وتغدو البطالة هي الحقيقة الدارجة وفرصة العمل كالباحث عن إبرة بكوم قش فيما تحولت سوريا ذات الأرض الخصبة لمستورد حتى للقمح وسوق تصريف لبضائع إيران وغيرها ممن احتل الأرض حياة مريرة يحياها السوريون بفئاتهم سواء من بقي تحت سلطة الأسد أو خارجها فيما يبقى القهر والاستبداد السمة الأبرز لحياة المدنيين من غير الشبيحة بمناطق الأسد لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول